اشتركوا في القناة ومشاركة المجتمع بكل متطلباته ثقافية واخلاقية ودينية وتربوية وتعلمية وكل المجالات وهذا من قيم مجموعتنا ومن اهدافنا واداء رسالتنا نحو مجتمعنا ومستقبلنا طبعا هذا الحكي بيفيدنا وبيفيد الكل بانه احنا غير انه عم بنساعد فئة محرومة ومش بيدها كمان ولازم نوقف معاها انه نرتقي بالشباب والصبايا نحو التعليم المهني اللي احنا اليوم بردنا بحاجة له وفي عنا نقص شديد بالتعليم المهني عنا اكتفاء بالعكس انه امتلاء بالتعليم الجامعي مثل المحاسبيين والادارة الاعمال والامور هاي في عنا بطالة بهذه القطاعات ولكن بحاجة الى العمالة المهنية المدربة والتي تدرس هذه المهن وخصوصا مهنتنا اللي لها على تماس مباشر مع السياحة واللي هي جزء رئيسي من قطاع الخدمات الذي يعتبر بثلون الاردن قطاع الخدمات والسياحة بكل اشكالها وهذا مستقبلنا يعني جميل تحدثت عن الموروث وانا واحد من الناس المقتنع انه اليوم في محاولات لصرقة هذا الموروث بشتى الطرق حتى انه تم ارجع ذلك لنصوص دينية يمكن توراتية وما غير ذلك وانت تحدثت بهذا النص كلام جميل جدا اليوم قديش اهمية تركيز على تثبيت هذا الموروث اول اشي اذا يجينا شرح الانسان ما هو والانسان عبارة عن مواريث وعادات وثقالية ولغة ودين فالمواريث هي اللي بتحكي مين عنها شو الفرق بينه وبين الانجليزي او الارلندي او مواريثي من اللباس والطعام ومن كل شيء فعندما نذهب الى اي دولة اول ما بنطلب انه بنحب نتعرف على موروثكم من الغذاء نشوف شو الاكلات اللي عندكم اللي مختلفة عن الاكلات اللي عندنا لنعمل تجربة جديدة لنعيش بشغف معين او بلحظات معينة فمنحب نشوف مواريثهم من الطعام فموروثنا من الطعام هو موروث او الاشي هالتي فود مفيد لجسم الانسان جيد ما في مشاكل واجب علينا مزيد من الاهتمام بهذا الموروث وبالعكس نجب نعتز بهذا الموروث لانه احد مفاهيم هويتنا الاجتماعية يعني كنت تحكي عن البدايات وانا حسيت تحكي بفخر يعني يمكن البعض بعض من الاخر يمكن ما بحب يتذكر هذيك الذكريات وذيك الايام التحول في حياة حمادة طبعا اللي ما له ماضي ما له لا حاضر ولا مستقبل احنا الاردن كلها قصة نجاح الاردن عمرها صغيرة والاردن والاردنيين قصص نجاح وانا احد هاي القصص اللي بفتخر فيها هو فاخر العالم فيها بانه احنا بنينا حالنا بانفسنا وبدراعنا والملك الحسين الله يرحمه من اهم قولات انه الانسان اغلى ما نملك فبالعكس يعني انا بفتخر اني بلشت من الصفر الاردن كمان بلشت من الصفر الاردن بلد حديث اليوم وباهي عمان في اكتر العواصم العربية عراق قطر اللي عمرها الاف سنين والحمد لله يعني احنا بلدنا جميل وتفوقنا على عدة مدن عربية وهذا فخر لنا وبنشعر بالاعتزاز لانه نحن بنات عمان يعني الحاليين مش السابقين يعني وشاركنا في بناء عمان حتى ولو بلبينة فنفتخر بلدنا ومدينتنا بنفتخر ببداياتنا واللي ما ما بفتخر ببداياته احنا مش مولودين ولا شعوب الارض كلها مولودة بتمام مندهب الانسان اللي بيكافح ما حدا بشعر بطعم النجاح او الا بعد التعب لذة النجاح ولذة انك تعيش بمرتبة جيدة بالحياة ما بتيجي انك انت انخلقت فيها انك ما شرعت الشعور بطعمها طمنا عن صحتك كل محبينك يمكن اليوم محبيني طمنا عن صحتك وان شاء الله ربنا يعطيك الصحة والعافية الحمد لله فضل الله مرأتي بمرحلة كانت حريجة جدا والحمد لله صلي اسبوعين عم بداوم ورجعت لكامل صحتي وهذا فضل من رب العالميا والحمد لله على كل شيء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة